والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير انظر فالإيمان يتناول الحقائق بالشرح من أجل أن يتدبرها الإنسان نعم وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها انظر الله عز وجل يقودنا دائما للتأمل والتدبر تفكروا تأملوا لتروا إلى أين تصلون بتأملكم تفكروا وانظروا في جميع الدلائل والآيات وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون انظر يقول ترى يعني يرى داخل الدماغ أجل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى انظر كل ذلك من أجل الحس على التأمل والتفكر ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير سورة فاطر الآية الثالثة عشرة ما شاء الله انظر هل تلاحظ أن هناك حسا دائما على التفكر والتأمل وهو أسلوب للتفكير بصورة مفصلة فلا يمكن أن يكون الاطلاع مجردا بلا هدف بل لا بد من التفكر والتأمل لأجل أن يكون هدفك هو رؤية حكم الله تعالى إن الله لا يرضى قراءة القرآن بتسرع إذ من الواجب ترتيله ترتيلا واضحا تماما كما خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بحثا عن السكينة والتأمل الله عز وجل يطلب منا أن نستوعب الحكم الموجود في الآيات يطلب منا أن نتأملها بتدبر فذلك أمر مهم للغاية كما أن فهمها وإدراكها مهم أيضا وفي ذلك يبين الله تعالى أن القرآن هو الحكمة والإنسان هو الذي يرى هذه الحكمة بمشيئة الله فإذا أنت لم تر الحكمة فإن ذلك يعني أنك لم تفهم شيئا من القرآن الكريم إن القرآن هو كتاب للحكمة هو زاخر بها لذلك فمن الضروري استعمال العقل من أجل فهم هذه الحكمة والسؤال هو من الذي يأمر بتحريك هذا العقل وتشغيله إنه هو الله بلا شك يجب علينا أن نفهم ما يريده الله عز وجل منه فمثلا تجد المرأة يصدح بالقرآن باللغة العربية في الجوامع وإذا سألت ماذا فهمت تكون الإجابة لا شيء فهو في الأصل لا يعرف اللغة العربية